قبل أن نشرح في موضوعنا في مسألة أشارة الرأي العام وهو أنه واحد حرامي في الحكومة المؤقتة السورية المعارضة لطس مبلغ حوالي 60 أو 80 ألف دولار معلنا المبلغ يعني يعتبر تافع بالنسبة للسرقات الكبيرة موقع زمان الوصل هذا موقع معارض قال أنه الحكومة السورية المؤقتة تعرضت قبل أيام لأول وأكبر عملية اختلاس منذ تشكيلها طبعا يعني الله يجعله مبلغ هذا في التفاصيل قال المصدر الذي فضل عدم تكسف عن اسمه تعرفوا نحن في سوريا ما في شيء عنا مخبة يعني أنه في محاسب بوزارة العدل في الحكومة المؤقتة السورية قام بإفراغ خزنة الوزارة قبل عطلة عيد الفطر بتاريخ 26 سبعة 2014 ولم يعود إلى دوامه منذ ذلك الوقت غام انتهاء العطلة منذ أكثر من أسبوع أضافوا أنه لم تكتشف وزارة المالية طبعا بكل حول هي الله يجعلها حكومة والله يجعلها وزارة يعني التي يتبع لها المحاسب اسمه عفيف حين عين أن من دوبها لدى وزارة العدل ارتكب فعلته إلا قبل ساعات بسبب ادعاء عفيف بأنه عالق في قامشلو داخل سوريا أو القامشلي حيث زعم أنه يقضي هناك عطلة العيد وحينها قرر المسؤول المالي في الحكومة فتح الخزنة بحضور المسؤول الأمني ليقع تحت وطئة الصدمة من مشهد الخزنة الخاوية قدر المبلغ حوالي 80 ألف دولار أمريكي سلم يبدو كاش أو بشك أو حاجة زيه وقد تسلمها المحاسب من قبل وزارة المالية كمخصصات لتمويل مشاريع وزارة العدل المهم موقع آخر اسم السراجي بريس شو قال أنه في المصدر من داخل الحكومة بتعرفوا لأن هذول ما بسرجوا بيقولوا أسمائهم فبيسربوا للصحفين اللي بيعرفوهم يعني أن وزارة العدل ستكتفي بإصدار بيان يدين سرقة محاسبها عفيف لمبلغ يزيد عن 8 ألف دولار وبأنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك وأكد أنه عفيف وسوري من القامشلي سرق المبلغ بعد شهرين من تعيينه محاسبا لوزارة العدل يعني شهرين عينوه لطشهم ورح ورجح وصوله تهريب إلى أوروبا وبأن وزارة المالية عينته بناء على تزكية من خاله في الائتلاف الوطني وتزكية من وزير في الحكومة وسغرب يعني أحد المحامين أنه عدم إيداع الحكومة المؤقتة أموالها في البنك وصرف المبالغ عن طريق شكات ممهورة بتوقيع وختم من رئيس الحكومة على فكرة هذه حكومة لم تعد حكومة ليه لأنها هي حكومة تسير أعمال ما أنه تعرفوا نحن نظاميين كثير في الائتلاف وكذا على سنو 15 يوم في حكومة تسير أعمال وفي حكومة جديدة الموم صلى الآن طائرة 25 يوم وما في شيء الموم الشاهد وين؟ الشاهد أنه يعني عندما تكون هناك يعني هناك في خلق كبير يعني حتى لو سارق هذا على فكرة مليون دولار وهو في غازي عن تاب هل يملك أحد أن يحاسبه لا أو أن يحاسبه لا لو لاطش مثلا في قضية كمان محسوبيات واسطات حتى في تعيين الموظفين يعني مثلا واحد مين تواصط له خاله مين تواصط له خاله وأنا بعرف وكل اللي بيعرفوا أنه التوظيف في المؤسسات المعارضة عبي يكون لانتماء حزبي لا انتباء إثني لا علاقات قرابة ولا كأنه في شيء ولا كأنه السوريين اللي دفعوا أربع مليون شهيد ثاروا من أجل شيء نفس الفساد نفس الوصاية نفس كذا في واحد بوزارة كاملة سواها لا ضيعته لا دعمومه وكلاته كأنه ملك اللي خلفوا يعني يعني على مبلغ يعني مثلا على فكرة مبلغ 8 دولار تافه افضحوا اللي أيضا اللي لطشوا مئات ألاف الدولارات التي نهبت وسرقت من وحدة أنسيق الدعم ومن الحكومة ومن الاتلاف وعن الملايين التي سلمت لهذا وذاك ولا توثيق ولا شيء وفوضى عارمة جدا 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 بكل أحوال هذه نقطة حبينا بس نضيء عليها أنه اتقوا الله في هالناس وفي الموجودين وحاجة صدمات يعني بكفي يعني قرف وحكي فاضي يعني ناقصها العالم يشوف هلا بكل أحوال هذا نفضح مسكين على تمنيات الجدار بس ياريت كمان بالمعية هيك الدور وكمان على الحرامية الكبار اللي يدعموا من هذه الدولة ومن تلك الدولة وبيفكر هذه الأموال التي تأتيه ملك اللي خلف